بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلباتي الأعزاء أساتذات الكرام إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم سوف ندخل إلى حصة رقم عشرين وسوف نتطرق في هذه الحصة إلى حل ثمانية تمارين حول القلابات وبإذن الله ثمانية قلابات سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلميذي العزيز إذا ما علقت على هذا الفيديو اعتبر روحك بخير وراكم من جباعة بخالاء الجاحث هذا الفيديو يحتاج تعليق إيجابي تفاصل ثم نواصل تلميذي الأعزاء رابط هذه السلسلة موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف ومن لديه برنامج كيو آر يقوم بمسحة الكيو آر ينتقل إلى هذا الرابط تلميذي الأعزاء من يريد التواصل معنا فليلسرنا عبر منصة تليجرم الرابط في أسفل الفيديو من يريد أن يصبح شخصا متميزا في الهندسة الكهربائية أنصحه بالتحميل تطبيق المجاني جي 20 20 تلميذي الأعزاء بل من حلو ثم تمارين أعطيكم واحدة ملخصة طفيف هاي ركز معهم له في القلابات درسنا نوعان النوع الأول قلاب لا تزامن لا يحتوي على إشارة الساعة والنوع الثاني قلابات متزامنة تحتوي على إشارة الساعة في القلابات المتزامنة ركزوني على زوج قلابات وماذا هما؟ القلاب الأول هو قلاب دي كما تلاحظوا متزامن إشارة الساعة تعمل بالجبهة الصعيدة ومدخلها إرغام ناشطين بالمستوى الأدنى أما القلاب ثاني الذي تركز عليه بزفزف هو قلاب جي كا يحتوي على ميقاتية فعالة بالجبهة النازلة ومدخلها إرغام بريسات وكلي ناشطين بالمستوى الأدنى سؤال مطروع على هنا نقرأوا قلاب دي وعلى هنا نقرأوا قلاب جي كا بالنسبة لقلاب دي أجمعها لن ندرسه بهن نخدم به الذاكرة والسجيلات الدرس المستقبلية إن شاء الله انطلاقا من مجموعة من قلابات ندخل ذاكرة والسجيلات أما قلاب جي كا لن ندرسه بهن ندخدم به تركيب جديد يسمى العددات أو مؤجلات الرقمية بالنسبة لقلابات المتزامنة في السلسلة قلاب الرس إنجاز بوابات نور أينما S والر ينشطب المستوى واحد منطقي وقلاب الرس إنجاز بوابات نان أينما S والر ينشطب المستوى الأدنى إذن سؤال مطروع وإن استعمالات قلابات للمتزامنة القلاب الرس عنده استعمالين إما دارة ضد الارتداد وكما يكون دارة ضد الارتداد إذا كان الاس والر مربوطاني مباشرة بملمس كهربائي والملمس هذا تحكم فيه وشعة إذن هنا وش نسميه دارة ضد الارتداد وعنده وظيفة أخرى ويسمى ذاك إلكترونية إذا كان الار واس مربوطيني بأي عنصر إلكتروني أو كهربائي آخر باستثناء الملمس تمارين قلابات لا متزامنة هذي جماعة نلقوها من تمارين خامس حتى تمارين رقم ثمانية يعني الفيديو تعيير 4 تمارين الأولى خاصة بالقلابات المتزامنة والربعة تمارين الأخيرة خاصة بالقلاب لا متزامن وإن شاء الله بإذن الله كل شيء يولي بس بوس فلماذي الأعزاء تعرف تمارين قلابات وماذا لازم تكون لازم تكون عندك استراتيجية لازم تكون فاهم الأولويات ما بين مداخل إرغام وإشارة الساعة والباقي المداخل إذن على هذه وش لازم تأخذ كوراس وكتب معي هذه الاستراتيجية إذن إذن إستراتيجية إكمال مخطط زمن المخرج قلب تخرج المخرج كي لازم تكون منظم أفكار تاعك وإذن الأولوية الأولى إذن كي يقلب إرس في إشارة الساعة ومداخل إرغام أبدأ بالأولوية الأولى ابدأ بالمداخل إرغام أولا أبدأ درسهم هما الأولين فإذا كان أحدهم منشط إذا كان preset منشط أو clear منشط فهو الذي يتحكم في المخرج معنا تلاقي preset نشط ولا clear نشط لا إشارة الساعة ولا باقي المداخل مباشرة هم اللي تحكم في المخرج وإذا كان خاملين معا preset وكلي خملتهم في زوج اذهب إلى الأولوية الثانية الأولوية الثانية وما تدرس بعد مداخل الإرغام خاملين أدرس إشارة الساعة إذا كانت الميقاتية خاملة لا تكن الإذن فهنا المخرج يحتفظ بالحالة السابقة لا تدرس R S G K وإذا كانت إشارة الساعة منشطة إذن اذهب إلى الأولوية الثالثة الأولوية الثالثة بالطبع أدرس باقي المداخل المتبقية الأولوية الثالثة أدرس الثالثة المخرج هذه الأولوية الثالثة تبقوها في الثالثة وتشاهدوا باللي أسهل حاجة هي 80 تعال القلابات وكينا ملاحظة مهمة جدا لا تنسى طرق التنشيط المداخل المدخل لنشط يؤثر في المخرج إذا خملت ما يقص في المخرج إذن ينزل أنواع تلقي رمز المدخل بهذا شكل تلقي على شكل الخط مكتوب مدخل كما مثلا S خط هذا المدخل كيف يتفعل ركزوا معي مليح إذن هذا واحد ينشط المدخل والصفر يخمل المدخل وش معين أنت واحد كنتمد له واحد يتنشط يولي مدخل فعل يؤثر في المخرج صحيح وإذا مدلت له صفر يولي هذا المدخل مخمل يولي ما يؤثر في المخرج مثلا نقول مدخل S إذا فعلته يولي أثر في المخرج S وضعته يشغل المخرج وضع المخرج في واحد إذا S لم يدي صفر يولي خامل يولي ما عنده علاقة بالمخرج هذا الاحتمال أول مدخل ينشط بالواحد ويتخمل بالصفر وكي للعكس تلقى مثلا مدخل مكتوب على مدخل بار بهذا الشكل ولا تلقى مكتوب مدخل وهنا كان خط دائرة كي تلقى قلة بهذا الشكل إذا هذا مدخل يشي بالعكس نسمي مدخل من في إذا صفر ينشط والواحد يخمل إذا نشط يخمل المدخل والصفر ينشط وكي ينشط هذا المدخل يولي أثر في المخرج مع المدخل القوش لك نفهم ها في التمارين هيا تلميذ الأعزاء نبدأ بأول تمارين تمارين رقم واحد تلميذ الأعزاء نبدأ بتمارين رقم واحد في التمارين رقم واحد وش طلب منكم طلب منكم إكمال رمز هذا القلب انطلاقا من المخطط الزمني كما تلاحظ بالمخطط الزمني وعطينا مدخل إرغام ناشط بالمستوى الأدنى اعطينا إشارة ساعة مفعالة بالجبهة النازلة وعطينا G و K انطلاقا من المخطط الزمني وش طلب منكم إكمال رمز هذا القلب وبعد ما تكملوا رمز القلب وش طلب منكم إكمال المخرج الكي هيا تلميذ الأعزاء نبدأ بالرمز إذن هيا نبدأ إذن هذا القلب يحتوي ماذا يحتوي على مدخل إرغام preset و Clear ومدخل رغموش كتبنا عليهم كتبنا عليهم النفي وش معانتها النفي معانتها فعالين بالمستوى الأدنى إذا حاب تنشط preset مدله صفر صفر للتنشيط ووحد للتخميل Clear كذلك فعال من المستوى الأدنى كيف عرفتم فعال بالمستوى الأدنى أعطي Clear Bar إذن هنا نرسم Clear Preset Clear نرسم من الأسفل ونكتبه Clear Bar ونرسم في الأعلى ونكتبه Preset Bar وطريقة الثانية كما نفعل كما شفناها من قبل تخدم خط دائرة وتكتبه Clear وإنتهي خط دائرة معانتها Clear Bar وهنا Preset تخدم خط دائرة وتكتب Preset عندك طريقتين التي تكتب بها تكتب خط وتكتب Clear Bar ولا تكتب خط دائرة وتكتب Clear إذن هنا Preset كما تلاحظوا هذه إشارة السعة فعالة بماذا فعالة بالجبهة النازلة إذن نرسم مثلث دائرة والإشارة سعى 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 نكتب T نكتب H نكتب C نكتب C K هنا ونرسم إشارة السعة حاجة الثانية ورحو G و K كما تلاحظ G و K فعالين بالمستوى الأعلى ودائما الأعلى إذن وش درنا رسمنا رمز القلب انطلاقا من مخطط زماني إذن سؤال مطرح وش هو هذا القلب لازم تعرف اسم القلب كيف تعرف اسم القلب بما أنه تعرف اسم القلب تأكد بالله ستعرف تكمل مخطط الزماني إذن وش اسم هذا القلب إذن نسميه قلب GK متزامين يحتوي الملاحظة وين تخرجكم نقطة الخضراء نقطة المدخل المفعل وين تخرجكم نقطة حمارة مع Kennedy غير مفعل عيد مدخل مفعل يعود متخل مفعل يأثر في المخرج عيد مدخل غير مفعل خامل لذن يأثر في المخرج ولي مفتوحة إذا ما ن 벌 اعزاء قلب sogar نقدر الأولويات. نجيبوا الورقة هذه. الأولوية الأولى بها ناصمة مخرج كي لازم نبدأ بواش نبدأ بالمداخل إرغام. إذن أولوية الأولى. ابدأ بمداخل إرغام أولا. فإذا كان أحدهم منشط فهو الذي يتحكم في المخرج أو يؤثر في المخرج. ما معناته؟ إذا كانت برست ناشطة راح ترغم المخرج على واحد. إذا كانت كليا ناشطة سترغم مخرج على صفة. وإذا كان خاملين معا. معا أنت مكش ناشط مع بعض الجمع. حالة ممنوعة. وإذا كان خاملين معا فاذهب إلى الأولوية الثانية. إذا لقيت برست كليا خاملين أروح لأولوية الثانية. وش هي الأولوية الثانية؟ إذا كانت ميقاتية خاملة كتعدة إشارة تسعة مكانش دماء ذاكرة فإنها فهنا المخرج يحتفظ بالحالة السابقة. وإذا كانت إشارة تسعة منشطة أو كينل إذن اذهب الأولوية الثالثة وشوف وش يبقى والمداخل. كما هنا أولوية الثالثة هنش ندصه G والK. هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ ببريست. بريست بار. مع أنه يمشي بالصفة. إذن عندي هذا المجال الذي كتبت لكم بلو الأخضر. هذا المجال كيف يتحكم فيه؟ يتحكم في بريست لماذا؟ لأن بريست بار أعطيت لها صفة منشطة وكليا خاملة مع أنه بريست هو منشط. زيد وحوص لبريست وين يسوي الصفة. عندي هذا المجال الثاني وعندي المجال الثالثة. هذه المجالات الثلاثة مجالات ضوئية خاصة بالإرغام على واحد. إذا ما نقوله؟ بريست بار أعطيت لها صفرة. نقطة خضرة معانتها مفعالة وكليا مدينةها. مستوى العالي واحد بنطقي خاملة. كيف يتحكم في المخرج؟ بريست. هنا تلاميذ الأعزاء بما أن بريست منشطة وكليا خاملة ما تهمني لا إشارة الساعة ما تهمني لا جي لما تهمني للكالي أنه الأولوية الأولى خاصة بريست. إذا مخرج وشي هو إرغام على واحد. على هذه نقوله أولوياته ينكملوا. هنا موش نقوله إرغام على واحد ونرسمه خط مستوى العالي. نزيده روح الثاني. هنا بريست منشطة وكليا خاملة. وبرست ارغام على واحد. بما أنه منشطه تؤثر في المخرج. كيف يتأثر عن طريق إرغامه على واحد. روحوا لمجال الثالث. بريست بار أعطيت لها صفر مفعلة. كليا خاملة. بما أن بريست مفعلة تؤثر في المخرج عن طريق إرغامه على الواحد. هنا يكملت مدخل إرغام بريسيت. نحوص وين يكون مفاعل. إذاً كلير هنا عندي هنا يسوي صفر. هذا المجال اللون الأزرق يتحكم فيه كلير لأنه يسوي صفر. وعندي كذلك هذا المجال. إذا هنا وش نقوله? كلير بار يسوي صفر مفاعل. وبريسيت عطيت له واحد خملته. كنقول لها كحاجة من فيها صفر للتفعيل. واحد للتخمين. إذا هنا شكل مفاعل كلير. وكلير وبريسيت قامل. وبما أنه كلير مفاعل مع أنته يؤثر في المخرج وذلك عن إرغامه وعن طريقة الصفر. هذا بنسبة لماذا؟ بنسبة لمداخل الإرغام. تلميذي الأعزاء بعد ما كملنا الأولوية الأولى وين نروح الأولوية الثانية واللي هي إشارة الساعة. ونعرف الطرق تأثير إشارة الساعة. كما تلاحظ هنا إشارة الساعة واش عطاهنا؟ عطاهنا مثلث دائرة مع أنتها باش تعمل؟ تعمل بالجبهة النازية وين كينا جبهة النازية تكون مفعلا وينما تكون جبهة النازية تكون خاملة Иذا نروح الأولوية الثانية. واش هي الأولوية الثانية؟ إذا كنت الميقاتية خاملة معناتها ما بين جبهة والجبهة هتكون خاملة فهنا المخرج يحتفظ بالحالة السابقة. واش تدير؟ شوف الحالة السابقة إذا لديت صفر كملها صفر. إذا لديتها واحد كملها واحد. وإذا كانت إشارة الساعة منشطة هناك تخدم الجبهة النازية التي تدريس نجح أنا الاولوية الثالثة. نعمل شيء عنده جي والكار. معنا كل ما نلقي جبهة نازلة نضص جي والكار ونرى ما يؤثر في المخرج. هنا نطبقها يا جماعة. إذن بما أنه إشارة الساعة فعالة بالجبهة النازلة. وش نديره؟ نديره إسقاط للجبهات النازلة. وما بعد يا جماعة ما هو الجبهات النازلة نديرهم إسقاط؟ اللي ليين ما ينتموش للمجالات تاع البرسات والكما هذي ما نديرها إسقاط. عليها نديرها إسقاط. لأنه لو كنت نديرها إسقاط. هنالما يكون يتحكم في برسات معنا نناق Manufacture ال�reaの إسقاط. جبهة ثان نديرها إسقاط أرابعة ما ينجلها إسقاط بسكه ناجأ في المجال الإرغام Conservation. هذه مدلوش إسقاط. هذين نديرها إسقاط هذا ماي نديرها إسقاط وهذين حين كين الإسقاط نضرص ال جي والكار. وين مكاش إسقاط ذاكرة. صحي مفهما للإقوام الث십 أحيث فعلى ها يا تلميذي الأعزان كم. إذا نشوفوا هنا هنا هنا. هنا القيمة كما تحصل في واحد. هنا مكاش إشارة ساعة. هنا ايشات ساعة خاملة. ما بين جبهة و جبهة خاملة. اذا ما نقوله احتفاظ بواش? احتفاظ بالواحد. طوصل نقطة هذي توقف عليها. كانت جبهة نازلة. اروح للاولوية الثالثة ادرس جي والك. اذا جي اعطينا له واحد مفعلة. وكا اعطينا له واحد مفعلة. ومن خصائص قلب جي كيتفعل جي والكا في ان واحد حالة التبديل. وش معنة حالة تبديل? حالة سابقة بدلها. اذا كانت واحد اقلبها الصفر. واذا كانت صفر قلبها واحد. احنا نشوفوا الحالة سابقة وش هي واحد منطقي. اذا هنا مش نقوله تبديل. اذا واحد كنبدلو وش يولي ولي الصفر. تهبط للصفر. وتبقى صفر الصفر حتى النقطة هذي. روحوا النقطة هذي يجمعها. نقطة هذي. ما كاش اشارة ساعة. وقدر قيمتها الصفر. تبقى احتفاظ صفر صفر صفر. توصل النقطة دي توقف. لماذا? كان اشارة ساعة. كان جبهة نازلة. او درس جبهة نازلة. جي وش يساوي? واحد وكا يساوي واحد. بما انه جي فعل وكا فعل تبديل. اذا حالة سابقة وش هي الصفر تتبدل. اذا نكتب التبديل وش تولي? تولي واحد منطقي. تطلع بهذا الشكل. كي تولي واحد تبقى احتفاظ. احتفاظ نقطة هذي. روحوا النقطة هذي يجمعها. قبل اشارة ساعة احتفاظ. نقطة هذي اش تساوي? واحد مع انتها احتفاظ احتفاظ بالواحد. توسط النقطة هذي توقف. او درس جي وكا. اذا جي وش يجيناها صفر مع انتها خامل بنقطة الحمراء. وكا لقيناها حالة تبديل الواحد. لقيناها منشط هنا. واحد. اذا شكل منشط جي ولا الكا. الكا. بما انه الكا منشط. وش وظيفته? وظيفته وضع في الصفر يشبه للرسية تجمع. الكا هو رسية والجي هو سه. اذا هنا الكا مفاعل مع انتها وضع المخارف في الصفر. اذا ومش يجوه وضع في الصفر يهبط للزيرو. ومن بعد هذا الصفر يبقى احتفاظ 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 جبهة الموالية. ما بين جبهة و جبهة ديما ذاكرة. جبهة الموالية جي وش يساوي. صفر مع انتها خامل. وكا منشط. كون يتحكم في المخرجoj القا. وش وظيفته بوضع في الصفر. اذا تبقى واضع في الصفر هذه النقطة. صفر. ويجي احتفاظ جبهة الموالية. الجبهة اللي بعدها. وش تلقينا G G مفعل وK خامش كون يتحكم في المخرج كون يأثر في المخرج G وG وش وظيفته وضع فيه الواحد إذن هالي الشيء نكتبه وضع في الواحد وتطلع الواحد بهذا الشكل وتبقى احتفال احتضار جبهة الموالية جبهة الموالية G مفعل K مفعل إذن تبديل حل سابقه شيئة واحد إذن تهبط تهبط للصيفة وتبقى احتفال هنا هنا تعود تطلع بسكو من بعد وش تبقى لنقطة هذه من نقطة هذه حتى إلى جبهة نازلة احتفال بالصيفة توصل جبهة نازلة ندسل G وK G خامل وK خامل مع انتها الذاكرة كيوجدوا مدخلين خاملين في زوج ديمة ذاكرة بما أنه حالة سابقة صيفة مع انتها الذاكرة للصيفة تبقى الصيفة حتى نجبها الأخيرة كنصل جبهة الأخيرة نزيد وندسل G وK G صيفر خامل K خامل مع انتها كذلك الذاكرة وبما أنه حالة سابقة الصيفة وش تبقى؟ تبقى صيفر هذا بنسبة 80 الأول تلميذي العزيز باتكمل مخاطط زماني واش لازم تكون تعرف الأولويات هذي أول حاجة وثاني حاجة تعرف طرق التأثير وقتها المدخل يتأثر بالصفر والواحد وقتها المدخل يتأثر بالواحد والصفر إذا إذا كنت مدخل منفي حاجة أفوق النفي مع أنت الصفر يفعله والواحد يخامله إذا كنت مدخل ما فيش النفي مع أنت واحد ينشطه والصفر يخامله وإذا كان المدخل مناشط راح يأثر في المخرج وإذا كان مدخل غير مناشط ما يأثرش في المخرج هذا بنسبة 80 رقم 1 هيا تلاميذ الأعزاء رحو 80 رقم 2 كما كنت لاحظوا هذه المرة أعطاكم رمزة قلاب T وطلب منكم إكمال المخرج الكي إذن وش هي الخطوة اللي لازم ديروها كما عرفنا من قبل لازمنا أول حاجة نعرف اسم القلاب إذن هذا القلاب وش اسمتها ورقزوا مع يملح إذن هذا القلاب بما أنه مدخله إرغامتها وناشطين في المستوى الأدنى وش لازم نديرو وروحوا الرسم بريست شaux نقلبوها من فيه وكليل نقلبوها من فيه لماذا لأنه بريست ينشط بالمستوى الأدنى هذه أول حاجة ثاني حاجة وروحوا الإشارة الساعة رقزوا مع يملح إشارة الساعة كما كنت لاحظوا مثلث دائرة وش معنا مثلث دائرة تخدم بالجبهة النازلة إذن رحوا الإشارة الساعة نعطيها نصف ما لازم نعيني جبهة نازلة إذن هذه الجبهة النازلة الأولى وش هي الجبهة النازلة هي اللحظة الانتقال من مستوى الأعلى لمستوى الأدنى لازم تنزل عندي جبهة هذه جبهة ثانية ثالثة رابعة خمسة ساتسة سبعة ثامنة تسعة عشر أحداش اثناش نقدك عندي جبهة عندي اثنى عشر جبهة بعدما عرفت القلب هذا إذن هذا القلب وش اسمه؟ اسمه قلب جيكا متزامن يحتوي على مدخل إشارة الساعتي فعالة بالجبهة النازلة ويحتوي على مدخل إرغام بريسيتو كلير فعاليني بالمستوى الأدنى هنا نرجع معنا نعطيكم تمارين لها كيف المنهاج تاعكم قلب جيكا يدي مدرسول بالجبهة النازلة إذن نكتب العنوان قلب هذا ما اسم هذا القلب هو قلب جيكا متزامن يحتوي على مدخل إرغام فعاليني بالمستوى صفر منطقي ومقاتيته فعالة بالجبهة النازلة وذلكو نديروا تلاميذ الأعزاء نكملوا المخرج كي وما ننساوش نقطة الخضراء ومعناتها مدخل مفاعل هو اللي يتحكم في المخرج نقطة الحمراء ومعناتها مدخل غير مفاعل معندوش علاقة بالمخرج مي أثاشة في المخرج من بعدها نكملوا الكي واش لازم نديروا إسقاطات بها نديروا إسقاطات لازم تكون عندي أولوية الأولوية الأولى نبدأ بالمداخل الإرغام ثم أولوية ثانية بإشارة سعب الجبهات النازلة وثم الأولوية ثانية نوتو سو جي والكار إذن ها نشوف الإسطارج نبدأ بالأولوية الأولى ابدأ بمداخل الإرغام أولا فإذا كان أحدا منشطا فهو الذي يتحكم في المخرج هيا رح نشوف هين كين مدخل الإرغام منشط نسمو المخرج إذا نبدأ في المدخل إرغام بريست هو الأول بريست هنا يسوي صفر عندي هذا المجال لو الأخضر مفاعل لأنه بريست بار والصفر هو للترشيط زيد عندي هذه تسوي الصفر منطقي مع أنت هذا المجال يأثر فيه بريست وكذلك هذا المجال يأثر فيه بريست إذن هاي نكتبه بما أنه بريست بار صفر للترشيط واحد تخميل كيف نقول صفر للترشيط يا جماعة بس وكتب لي بريست بار بار وش مع أنت الصفر ينشطه والواحد يخامله كما تديرش النفية مع أنت واحد ينشطه والصفر يخامله وخدمها بهذه الطريقة البسيطة جدا بما أنه بريست بار يمشي بصفر هذا يعطيت لها صفر مفاعلة وكلي بار أعطيت لها واحد مع أنت خملتها إذن هنا هذا المجال يأثر فيه يأثر في الريست بما أنه بريست مفاعل وش وضيفته بريست إرغام المخرج على واحد إذن هنا وش نكتبه إرغام على واحد إذن واحد نزيد روح للمجال الثاني هنا بريست منشط وكلير خامل بريست هو ووضيفته إرغام مخرج على واحد هنا وين شدرت تكملت الريست نحن نبحثوا نبحثوا وين كلير يكون مناشط وين مدينة وصفر منطق إذن كلير عندي هذا المجال أزرق لول ها كلير يسوي صفر منطقي وعندي هذا المجال الثاني إذن مش لكم تلاحظوا هنا يا كلير بار عطيت لها الصفر معانتها نشطنا كلير وبرست بار عطينا لها واحد معانتها خملناها إذن كلير منشطة شكون يأثر في المخرج يأثر في المخرج هو المدخل منشط إذن شكون هو المنشط كلير وكلير شو وظيفته كي ينشط يرغم المخرج على صفر إرغام على الصفر هذي تسوي الصفر وهذا المجال أزرق كذلك هنا كلير منشط وبرست خامل معانتها إرغام المخرج على الصفر هنا جمعا واش درنا كملنا الأولوية الأولى نظركوا وش بقنا بقنا هذا المجال الأبيض لول ثاني ثالث أرابع هنا مداخل إرغام خاملين في زوج وين نروحوا روحوا الأولوية الثانية إذن أولوية ثانية أدرس إشارة ساعة إذا كانت خاملة ما بين جبهة وجبهة تكون ديمة ذاكرة وفي الجبهة تكون إشارة ساعة مننشطة أدرس جي ولكها هاي تناميذي الأعزاء هاي نبدأ الجبهة الأولى هذه ما ندرها شي إسقاط الجبهة الثانية ما ندرها شي إسقاط الثلاثة هذه لذب نضيرها اسقاط عليها لأنه ي disregard المجال نقوم بيمكن مهمين وفي الموابعات بإذنك изменения السرعة مثل القدود ن وفي الجبهة ندرسه G و الكاب نعرفه حالات المخراج هاي جمع هاي تلميذ الأعزاء نكملوا هاي نبدأ بهذه النقطة كما كنت لاحظة نقطة تسوي السفر وهنا ما كاش إشارة 9 إذا هذي النقطة واش تبقى؟ تبقى سيفة السفر احتفاظ بهذا الشكل توصل النقطة هذي توقف لماذا؟ لأنه إشارة 9 منشطة في هذه الحالة بما أنه إشارة 9 منشطة روح الأولية الثالثة ودرسه G و الكاب إذن جاي طينا له واحد مفعل وكا عطينا له واحد مفعل جاي منشط وكام منشط في القلب جاي كاوش ي handout تبديل إذن الحالة السابقة هو شية السفر واش تبقى تبديل واش تولي تولي واحد وكي توليد واحد تبقى احتفاظ احتفاظ حتى النقطة هذي بعد أروح النقطة هذي نقطة هذي حتى نقبها نازلة هذي لا يشارة 9 ماتا احتفاظ وبما أنه هذي نقطة واحد وش تبقى تبقى واحد 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 توصل للنقطة جبهة النازلة هذه توقف أدرس G والك الأولوية الثفر G يساوي السفر خامل K يساوي الواحد منشط الكوش وظيفته وضع المخرج في السفر إذن هذي وين تهبط تهبط للزير ووضع في السفر وتبقى احتفاظ نقطة هذه كي توصل نقطة هذه تطلع هذه لا تطلع مدخل إرغام برسات منشط صحيح وصلنا النقطة هذه نقطة هذه الجبهة تبقى احتفاظ بالواحد احتفاظ بالواحد توصلنا للجبهة النازلة هذه والدرس G والك كي الإذن G يساوي واحد والك يساوي السفر كون منشط منشط الجي بما أنه جي منشط وضع في الواحد إذن هذن وش نكتبوه وضع في الواحد وتبقى احتفاظ الجبهة الموالية صحيتو الجبهة الموالية وش القيناة هنا جماعة ركزوا مع مليح الجي وش القيناة القيناة حالة انتقالية للصفر وش نعتبره في هذه الحالة نعتبره الصفر بس كو رايح للصفر والكي وش القيناة القيناة الصفر جي خامل وكان خامل هنا مدخلين خاملين في Zوج القيام وش نعتبره يحتفظ بالحالة السابقة وانتقالوا مداخخة خاملين في Zوج ضع معه حالات الذاكرة إذن بما أنه حالة سابقة واحد حالة جديدة ذاكرة للواحد وتبقى واحد 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 الجبهة الموالية الجبهة الموالية كما بتلاحظوا جي وش يساوي واحد والكا يساوي واحد 12 تنفيذ و القلة بجي كليون سورة الجي والك في حالة تبديلية. بما أن هذه الحالة سابقة واحد إذا تبدل من الواحد و وين تبدل 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 الصفر. إذا تبدل الصفر وتبقى احتفاظ نقطة هذه. من بعدها وصلنا للنقطة هذه يا جماعة كما كنت تلاحظون. من نقطة هذه حتى نجبها نازلة احتفاظ بالصفر. توصل للجبهة. ادرس الجي والك. جي وش يسوي الصفر خامل وك يسوي صفر خامل. بما أن المدخلين خاملين جي والك معانتها الذاكرة. حال سابقة الصفر معانتها تبقى الذ ذاكرة لرقم صفر إذا نشغل ذاكرة للصفر وتبقى صفر 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 الجبهة الأخيرة والجبهة الأخيرة سنضغطه جي و الكا جي يسوي صفر و الكا يسوي الصفر مع أنت كذلك الذاكرة بما أنه حالة سابقة صفر تبقى حالة الجديدة صفر هذا بنسبة التمرين الثنين هذا وشي هو بنسبة القلاب جي كمتزامن إشارة ساعته تعمل بالجبهة النازلة ويحتوي على مدخلات إرقام منشطين بالمستوى الأدنى هنا كملنا التمرين رقم ثنين هيا هيا تلاميذ الأعزاء رحوا تمارينا رقم ثلاثة تمارينا رقم ثلاثة طلبا مننا إكمال رمز هذا القلاب انطلاقا من المخطط الزماني وفي ناس الوقت طلبا مننا إكمال المخرج الكي هيا تلاميذ الأعزاء تكملوا رمز القلاب كما كم تلاحظون أعطانا مدخلاي إرقام بريستيد و كلاير وزادناه النفي مع أنت هل تمشي بالمستوى الأدنى و كلاير تمشي بالمستوى ادنى. اذا هنا نرسمو خط وهنا نكتبو clear bar. وهنا نرسمو خط ونكتبو preset bar. ولا نكتبوها بطريقة ثانية. نكتبو خط ضائرة ونكتبو clear. وهنا خط ضائرة تعنيف ونكتبو preset. هذا بالنسبة للمداخل ارغام. زيدوا ركز ما عايم له. هذا القلاب متزامن في اشارة الساعة. واش عطانا عطانا جبهات صعيدة. كما كم تلاحظوا بلولة الاحمر هذو جبهات صعيدة. هم اللحظة الانتقالية من المستوى الادنى لمستوى الاعلى. اضطالي اشارة الساعة اش نكتب اش. اذا هذا هو المدخل الثاني. اذا هذا القلاب متزامن. وارحو الحالة الثالثة. واشي هو? يحتوي على مدخل د. اذا هنا واش نرسمو خط ونكتبو د. اذا واشي هو هذا القلاب? هذا قلاب د متزامن. اشارة الساعة تعمل بالجبهة الصعيدة. ويحتوي على مدخلين ارغام مفعالين بالمستوى الادنى. ها نكتبو مع بعض. اذا هذا قلب دي متزامين يحتوي على مدخلات إرغام فعاليه من المستوى الأدنى كيف عرفناهم أعطى لي بريست بار وكلير بار صفر للتنشيط وواحد للتخمين وميقاتيته فعالة بالجبهة الصعيدة كيف عرفتها أعطىها لي بالجبهة الصعيدة معانتها سهم الصعود والله المثلث بعدها نديرو تنميذ الأعزان نكمل ومخرج كي وندي ما ركزوا على طرق التأثير كما البرسيت وكلير أعطى لي بريست بار وكلير بار معانتها الصفر للتنشيط وواحد للتخمين وودي وشيوه أعطاه لي على شكل خط معانتها دي مفاعل بالواحد وخامل بالصفر هذه هي الطريقة إذا مشموله نقطة الخضراء مدخل مفاعل نقطة الخمراء مدخل غير مفاعل هاي تنميذ الأعزان كمل ومخرج كي بان كمل ومخرج كي لازم تكون عندي ثث أولويات الأولويات الأولوي الأولى وباش نبد نبدأ بالمداخل أرغام بريست وكلير اذا كان أحدهم مفاعل فهو الذي يؤثر في المخرج اذا كانوا خامل في زوج راحوا الأولوية الثانية إشارة الساعة والأولوية الثانية إشارة الساعة إذا كانت إشارة ساعة لم يكن هش دماء المخرج في حالة الذاكرة وإذا جاءت جبهة ساعدة ندسل الأولوي ثلاثة ندسلها مدخل دا ما هذا نبيض الأعزان نبدأ بالأولويات الأرغام نبدأ بالمداخل أرغام نبدأ بالبرسيت ونجد مجال الضوئيه تعملوا بالو الأخضر عندي هذا المجال بري مفاعل التب spindle. هذة المجال låة المنزل مفاعل. وكاني يكون وضعه ponto ponto. هذة مجالات الثالثة . المجال الثالث. فعلىer 5 من مفاعل. هذه حالة ممنعة ما كنت ستجده في المخاططات الزمني. كما أن الـPreset يجب أن نحوصه على Clear وين يكون منشط. عندي Clear هنا يستوي الصفر عندي في هذا المجال منشط. وكذلك عندي Clear هنا منشط يستوي الصفر منطقي هنا منشط. إذاً هذا المجال الأزرق يتحكم فيه Clear. لماذا؟ لأن Clear مفعل. إذاً ما نقوله هنا Clear مفعل وPreset خامل. يتحكم في المخرج Clear. وكل ما وظيفته؟ إرغام المخرج على الصفر. وهنا يعود يطلع بهذا الشكل. كذلك المجال هذا هنا Clear مفعل وPreset خامل. كيف يتحكم في المخرج Clear؟ كيف وظيفته؟ إرغام على الصفر. تلميذ الأعزاء بعد ما كملنا مداخل الإرغام. وانا رحوا رحوا الأولوية الثانية. الأولوية الثانية تدرش إشارة ساعة. إذا لقيتها خاملة ذاكرة. إذا لقيتها منشطة. رحوا أدرس دي. هنا عندي مدخل واحد دي. بما أن أولوية الثانية. الإشارة الكثيرة. إذا لقيتها تخدموا الجبهات الصعيدة. نديروا إسقاط الجبهات الصعيدة. فقط ونضيوا إسقاط الجبهات اللي يجيين في المجال الأبيض. ما نضيوا إسقاط اللي يجيين في المجال الأخضر ولمجال الأزرق. فقط كل مداخل إرغام ونشاطة إذا ما نديره هنا إسقاط الجبهة الثانية نديرها إسقاط جبهة ثلاثة ما نديره هاش رابعة خامسة ديرها إسقاط سادسة مكانش سابعة كينا ثامنة كينا تسعة كينا عشرة نسقطوها حداش ما نسقطوها لأنه جاي في المجال إرغام على واحد واثناش نسقطوها وهذه الإسقاطات همون يندسوا فيهم دي ما بين الجبهة والجبهة دي ما ذاكرة ركز معهم إذا هنا كما كم تلاحظوا الكيوش يسوي يسوي واحد ومكاش الجبهة هنا وش يبقى احتفاظ 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 أوصل النقطة هذه هنا إحاق الساعة ومنشطة أو الدرس دي إذا دي يسوي واحد وعلباني قلب دي ما شو وظيفته لمخرج تقابة المدخل تِعوا كينا هنا دي وش يسوي واحد إذا المخرج يقلد مثل ويقلد واحد ويبقى واحد اتفاط احتفاظ نقطة هذه ما يوصل النقطة هذي وهبط الإرغام مفعل بعدها أعمالته واش نديره نلسوا إلى هذه النقطة هنا كان إشارة الساعة كان جبهة صعدة نلسوا دي دي واش يسوي يسوي السفر معناتها القلب وش يقلد ي العادة فإذا ارتائم justice ية التجمع لتحفية الخيارة 150 شيء يعطيناح black الآخر ثم 0 المخرج يجبقى تقليد سفرات، كي يبقى تقليد سفرات هنا مدخل إيرغام كليير منشب بعدها نروح النقطة هذه تبقى ذاكرة 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 للصفر صفر صفر توصل النقطة هذه توقف لماذا عندي جبهة صعيدة أو درس دي دي وشاكم تلاحظ هنا لدينا حالة انتقالية وين انتقالية للصفر نعتبره صفر منطقي إذن هنا وشو نقوله تقليد صفر وتبقى صفر صفر الحالة الموالية هذا بنسبة لتمرين رقم 3 تمارين بسيطة جدا لازم تكون عندك أولوية في رسك وطرق تأثير في المداخل كل شيء ولي بسبوسة تلميذي الأعزاء روحوا تمرين رقم 4 تمارين رقم 4 يشبه تمارين رقم 3 ميهنا وش عطانا عطانا رمز القلاب وطلب مننا نكمل المخططات الزمنية ومعطاليش بريست باش يخدم كلير ما عطاليش باش يخدم وتيعطاها لي إشارة صماء ما يبيلش اسكو مستوى أعلى ولا مستوى أدنة ولا جبها صعيدة ولا جبها نازلة فهذا الحالة وش لازمنا لازمنا نشكل هذي المخططات كيف نشكلها انطلاقا من رمز القلاب هاي اوز ما عمليه إذا نعطالي بريست بار تمشي بالمستوى أدنى وكلير بار تمشي بالمستوى الأدنى إذا وش نكتبو بريست نزيدو لها النافي وكلير نزيدو لها النافي إذا كنزيد النافي وش نوالي نقصد نقصد بريست ينشط بالصيفة ويتخمل بالواحد لو كان ما نجمع من دي وش نفي النفي تولي هنا عندي حالات الممنوعة كيما هنا كلير واحد وبرسيت واحد حالة ممنوعة إذا هنا كملت كلير وبرسيت ذكروا رحوا الإشارة الساعة إشارة الساعة وش عطاها لي عطاها لي مثلث فقط واسمها تي مثلث ما معناته جبهة صعيدة وش معناتها جبهة صعيدة لحظة انتقال من صفر واحد إذا وش نديرو هنا رحوا الكلوك ونعينوا الجبهة صعيدة عندي هذه الجبهة الأولى ثانية ثالثة رابعة خمسة ستسة سابعة ثامنة تاسعة عشرة حداش ثانعش جماعة حذاري هذي تقولون جبهة صعيدة هذيها جبهة نازل جبهة صعيدة هي جبهة صعود لحظة انتقالية من مستوى الأدنى المستوى الأعلى كما هذي نسميه جبهة صعيدة هنا كمنا التي والمدخل الثالثة في قلاب هذا وش هو هو دي إذا وش هو اسم قلاب هذا جمع نكتبه مع بعض إذا هذا وش هو هو قلاب دي متزامين يحتوي على مدخل إيرغام بريسيت وكلير بعد ما كملنا اسم القلاب وعرفنا مداخل إيرغام باش يتأثروا وعرفنا الإميقاتية باش يتأثر إذا وش لازمنا نتركز على النقطة الخضر ونقطة الحمرة كما بتاكم النقطة الخضر مدخل مفاعل معناه هو ليأثر في المخرج نقطة الحمرة وش معناه مدخل غير مفاعل ما يأثرشها في المخرج ذا كوش نديرو تلاميذ الأعزاء هنكملوا المخرج هنكملوا مخرج كي لازم تكون عندنا الأولويات الأولى والثانية والثالثة حكينا عليها بزار صايف ونزلش طولة فيها نطبق الأولويات نبدأ بالأولوية الأولى إبدأ بمداخل إيرغام بريسيت وكلير فإذا كان أحدهم منشط فهو الذي يؤثر بالمخرج إذن نبدأ ببريسيت نكمل ببريسيت نختم كلير إذن بريسيت هنا يسوي السفر مفاعل كذلك هنا بريسيت يسوي السفر مفاعل وكذلك هنا بريسيت يسوي مفاعل إذن ماذا نقوله هنا بريسيت بار أعطيت لها سفر مفاعلة وكليرَ قد دعيتهم لهم جارalet فبساكіт 달�ده هذا المجال과 مفاوطته توفيديا وكنك هناك إرغاما على واحد ункته سع mycket одна اعطته الصفر عملتها واحدا في响ها هكذا خمالنا غير ضمنتها لأن美元 احنا نظر الصفر العالي وكذلك هناك مفاوطته كلير خامل لأفذا المهروعة توفيديا في السهل العملية محيطة جارعة تحييطانون كلير منشطة بها الموجودة تمامين بهذا المجال ففي من قoluISS فإن لديه هذا المجال تساوي الصفر. إذا ما نقوله؟ Clear Bar هنا منشطة و preset خاملة. كيف يتحكم في المخرج؟ و Clear ووظيفته إرغام المخرج على الصفر. إذا يكون صفر و بعدها يخرج هنا. كذلك عندي هذا المجال. Clear Bar أعطيناها الصفر منشطة و preset bar أعطيناها واحد. كيف يكون منشط؟ ما عندها Clear. و Clear ووظيفته إرغام على الصفر. هنا تلميذي الأعزاء كملت الأولوية الأولى. دعوني ما نقوم بأولوية الثانية إشارة الساعة. نرى الإشارة الساعة. إن جبهة و جبهة تكون خاملة. إذا في هذه الحالة، وإن نجد جبهة صعيدة ندير لها إسقاط. و ماذا ندير؟ ندير إسقاط الجبهات التي يأتي في المجال الأبيض. كما هذه الجبهة لا تدير إسقاط. لا تدير إسقاط. لماذا؟ لأنه preset مفاعل. وليس لديها حتى دور هذه الجبهة. إذا ندير إسقاط الجبهات الصعيدة. كما تلاحظون، لازم نذهب إلى الأولوية الثانية. هيا يا شمع. إذا سنتجد جبهة الثانية إلى الساعة فإن یعرف جايا لها إسقاط. وهذا يمكن أن تتطلب ما أو هو أملام الإسقاط. فمن sum 지난 8 مفاعل أولا بعد المجال الأبيض. ، وهذا لدينا م Trad terr Verge العالمي من خلال لها إعتقاط sontعنائي. و ما تجبهات القامل proto. ؟ إذا تم تعجب اسقاط جبهة ليotzdem أعتقاط. har corri raakz 28. إيل احتفاظ Yun 107 أو laptops. درس د. د يساوي 1 مع أنت تقليد الواحد. ويبقى واحد 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 حتى النقطة هذه يهبط للصفر. لا يهبط صفر تفعيل مدخل كليربار. بعدها رحوا النقطة هذه. نقطة هذه كما تلاحظوا جاية ما بين جبهتين ما كشهنا جبهات تبقى ديم احتفاظ بالواحد. رحوا النقطة هذه قبل جبهة تبقى احتفاظ بالواحد. طوصل النقطة توقف. لماذا كان الاذن كان جبهة صعيدة. بما كل لدى لأن كان الجبهة الصعيدة. تبقى أولوية الثلاثة الياد. يقلد یه وراثيم دي. 즉 المخرج يقلد vz 1'. received aytif Supp also with aSpels! هل تكون واحدة وذلك احتفاض احتفاض الجبهة الموالية. جبهة الموالية توقف d جبهة الموالية توقف. ينقض إحتفاضْ جبهة الموالية. القناة هي حالة انتقالة الى واحد. هذه نعتبرها واحد منطقي. اذا هذه واحد منطقي. اذا قلب دى قلد المدخل تاو. بما ان ديس أي واحد المخرج الجيسي قلد قلد. يا قلد واحد. هي تطلع الواحد وتبقى احتفاظ احتفاظ نقطة هذه. توصل نقطة هذه. mains mise eniende المجال تاعل ha Its nada. وبعد نلقأ النقطة هذه من النقطة هذه الإشارة Fuel, الجبهة الصاعدة تكون احتفاظ بوايش. احتفاظ في الصفة توصل النقطة هذه ضرص دي د يسيوي واحد. اذا مخرجي يقلد يزimy الواحد اذا تقنيد واحد ويطلع الواحد وهنا كملنا تمارين رقم أربعة إذا نجمع كل شيء معتمد على الأولويات والطرق التفعيل تلميذ الأعزاء كملنا تمارين الأربعة الأولى كما قلتكم لي خاصة بقلابات المتزامنة ذلك هحنددخلوا الجزء الثاني لحنددسوا تمارين تعال قلاب غير متزامن الآية سواء إنجاز بوابات ناد ولا نور فهذه الحالة من تمارين الخامس حتى تمارين الثامن ونحن عرفوه وكتى يكون دارة ضد الارتدال وكتى يكون ذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار تلميذ الأعزاء بنسبة 8 رقم 5 فيه زوج أسئلة سؤال أول موظف تقلاب الارس اللي هم وجود في هذه الدارة وسؤال الثاني أكمل مخرج الكي هيا جمعنا نبدأ ونحلو هذا التمرين إذا ما شو قلنا قلنا نقلاب الارس عنده زوج احتمالات يا دارة ضد الارتدال واللات ذاكرة إلكترونية وكتى نقوله دارة ضد الارتدال إذا كان مدخله الارس مربوطين مباشرة بالملمس والملمس تحكم فيه الوشيعة هنا نسميه دارة ضد الارتدال وإذا نقلنا الارس مربوطين بعناصر أخرى باستثناء الملمس نسميه دارة وش نسميه نسميه يعمل ذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار هيا نبدأ ونجاوبوش معه هذا هو القلب الارس إنجاز بوابات ناند الارس يمشوا بالمستوى الأدنى ونغط نسميهم اس بار اير بار نشوفه الاس والار باش مربوطين مربوطين بالملمس كهربائي هذا الملمس وش تكون تحكم فيه تحكم فيه الوشيعة إذا وش وظيفة قلب الارس هنا سميه دارة ضد الارتدال إذا وش نقوله هو يسمى دارة ضد الارتدال حيث مدخله اس والار ينشطو بالمستوى الأدنى وبما أنه خط دائرة وش نكتبوه اس بار والار بار اس بار وش وظيفتها ووظيفتها وضع المخرج فيه واحد ولا تشغيل والار بار جمعه كما شفناها من قبل وش وظيفتها إيقاف المخرج ولا وضع المخرج فيه السفر إذا نقلب الارس إنجاز بوابات ناند ووظيفته دارة ضد الارتدال تلميذي الأعزاب هنكملوا المخرج الكي ونشوفه وش وظيفة قلب الارس ولا سميه دارة ضد الارتدال حبيت نذكركم بالجد والحقيقة بما أنه الار والاس يمشوا بالمستوى الأدنى إذا سيفر للتنشيط والواحد للتخذ كما هنا أزبار أعطينا للسيفر منشط وأير بار منشط معانتها حالة ممنوعة وهذا ما نحن نلقاوها أزبار أعطينا للسيفر وأير مدينة للواحد معانتها أزبار منشط وضع في الواحد أزبار أعطينا للواحد خملناها وأير بار مدينة للسيفر معانتها منشط وضع المخرج في السيفر والأزبار أعطينا للواحد والأير بار وعطينا للواحد وهنا حالة ذاكرة إذن فرص مجمعها ستجدوا ثلاث حالات الحالة الأولى ما كبش ستجدوها ونحتاجوا الحالة ذاكرة بنتخلصوا من الارتدادات إذن تلميذي الأعزاء كما كم تلاحظوا هذا S bar وش كاينين هذو الارتدادات إذن وش يصال الملمس؟ الملمس كي يغير حالتها بالنسبة للS ما يثبتش مباشرة يرتد مثل الكرة الكرة لو كانت تتركها في الأرض حتى ترتد 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 حتى تثبت من المسح يصالوا نفس المشكل إذن هذو وش نسميهم؟ ارتدادات على S bar وفي ناس الوقت الملمس كي يبدل حالة تعول الار سيرتد على الار بار إذن هذو وش نسميهم؟ نسميهم الارتدادات إذن أجمع لكم نخلو الارتدادات فش حيصراني العدد هذا لكم تشوفوا فيها 74 ألس سيحسب جبهة نازلة يعني يحسب الارتدادات كامل رغم أنه مرت قارورة واحدة تلميذي الأعزاء هذو التركيب حنا ندصوهم في المستقبل إن شاء الله احنا الهدف تعنا مشي تركيب هذا الهدف تعنا ندصوه قلة بالآلس ونخرجوه المخرج ونشوه شو وظيفة انتاعه إذن سؤال جعلنا أكمل المخرج كي يجمعها وش نديرو في هذه الحالة؟ وإن نلقوا تغير في الأس ولا تغير في الآن نديرو له إسقاط إذن كما كم تلاحظوا تغيروا الثاني ثالثة رابع خامس سادس سبع ثامن تاسع ونزيدو تغيرات هذو بعدها نديرو ندسوه الـ Airbar والـ Sbar ونشوفه شكون المفاعل وشكون خامل هاي تلميذي الأعزاء شوفو شوفوا معي ملح إذا هنا Sbar عطينا لها أعطينا لها واحد معنتها خاملة والـ Airbar عطينا لها 0 منشطة معنته كون يتحكّن في المخرج معنتها Airbar و ما هو وظيفته؟ وظيفته ووضع المخرج في الصفر حالة لبعدها الـ S ولات الصفر منشطة والـ Air عطينا لها واحدة خاملة كون يتحكّن في المخرج الـ S معتها التشغيل وضع في الواحد حالة لها هي خامل rápفج ذاكرة تبقى 1 ابداً راح عن طريق六ح اس بار اس بار من salم versatile وضع اس بار من salمstone فادي خامل laws ورى الـ R-BAR خاملة ذاكرة واذا ركتم تلاحظوا؟ بدأت تخلص من الرتدادات إذا نقلب الـ S هنا ووظيفته؟ تخلص من الرتدادات متسبب فيها الملمس في حالة الاستجابة نكمله خدمته الـ S BAR مناشطة والـ R BAR خاملة ذاكرة من بعدها هنا جماعة رح يتبدل حالة الملمس إذا هنا S BAR أعطيناها واحد ور BAR أعطيناها صفر روستات هي مناشطة معانتها وضع في الصفر هنا رخّن مفزوج 1 3 فض Beh closed هنا رخّن رخّن رعّنط رخّن صrist مفزوج 1 1 1 زاكرة منشط رتان وضع صف المخز eman ت heals the r% وظيفته تخلص من ارتداد المتسبب فيها ارتداد الملمس في حالة الاستجاب إذا تلميذ الأعزاء هذا القلب بأرس إنجاز بوابات ناند قادم يمده لكم بهذا الشكل كيف يمده لكم بزوج بوابات ناند درسوا دراسة عادية هنا تكتبوا اس بار وهنا تكتبوا اير بار وكملوا خدماتكم عادية إذا وش نقول قلب أرس هذا وش هو قلب أرس إنجاز بوابات ناند وش وظيفته دارة ضد الارتداد تلميذ الأعزاء هذا القلب بأرس إنجاز بوابات ناند أسكن نتضعه بأرس إنجاز بوابات نور لا 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 إذا كنت نبدله لماذا؟ literatura بالأرس إنجاز بوابات نور يولي واحد للتفعيل أو سافر للتخميق كما هذه واحد واحدة تولي حالة ممنوعة وما يصلح إذا قلب الأرس إنجاز بوابات ناند ويجب أن يكون ملمس في هذا الملمس كي تجد الملمس باقي نقطة مشتركة ومربوطة بجياندي هنا لازم جيب قلب اير بار اس بار ولا قلب انجاز بوابات ناند وكي تجد نقطة هذه المشتركة مربوطة بال VCC فقط نقطة مشتركة VCC جيب قلب انجاز بوابات نور وسنشوفها في التمرين رقم 6 هيا تلاميذ الأعزاء رحوا تماني رقم 6 تماني رقم 6 مماثل تماني رقم 5 ماذا تبدل؟ تبدل قلب اير اس انجاز بوابات نور أينما الار والاس ينشطوا بالمستوى العالي واشي هو الأسئلة في هذا التمرين السؤال الأول ما وظيفة القلب الار اس لموجود في هذه الدارة وسؤال الثاني أكمل مخرجكي إذا بنفس الطريقة قلب اير اس يكون دارة ضد الارتداد والله وضع المخرج في الواحد والآر كذلك ينشط من المستوى العالي وش وظيفة الآر هي ريسات وش وظيفة ايقاف المخرج او وضع المخرج في الصفر بها نكملوا المخرج كي يجمعه وش حبيت نذكركم بالجد والحقيقة اذا الآر ينشطوا بالمستوى العالي معانتها كيتمدلهم واحد ينشطوا كيتمدلهم الصفر كما هنا حالة ابتدي مدينة لهم زيرو زيرو خاملين في زوج ذاكرة كيان يحتفظ بالحالة السابقة هنا يا اس عطينا الصفر اير نشطناها ريسات منشطة معانتها وضع المخرج في الصفر ايقاف حالة الثالثة اس مدينة واحد نشطناها الار خملناها معانتها وضع المخرج في واحد او تشغيل وهذه الحالة لازم نجنبوها كيعدو ناشطين في زوج اللي هي حالة ممنوعة ومنشحنا يقوها في الرسم بتاعنا اذا تلميذي الاعيزة بانكملوا المخرج الكي لازم نشوفوا هادو هادو وش نسميهم صميهم ارتدادات على الاس يعني معانتها الملمس هذا يكون هنا ويتبادل هنا احي يرتد على الاس يدير كمال كورا يرتد حتى يثبت هادو نسميهم ارتدادات ولو كان يرجع الملمس الار كذلك وش هيصاله يرتد على الار اذا هذه الارتدادة تحت اثر لي في التركيب والعداد راح يحسبها وهنا حيولي عندي الارتياب رغم انه تمر قارورة واحدة بمية العدد يكتب لك مثلا 13 على كتب لك 13 معانتها قارورة واحدة و12 هذيك سبب تحت الارتدادة بنحلوا المشكلة هذا لازم نزيد دارة ضد الارتداد اذا كي نزيد دارة ضد الارتداد نشوفوا المخرج كيف هيولي اذا اول حاجة وش نديرو اي تغير في الار والاس ندير له اسقاط بحنا ندرس الاس والار انت لقى من جدو الحقيقة بهذا الشكل اوكي ومن بعدها وش نبدأ وندرس الار والاس وكعود اس مفاعل وضع في الواحد كعود الار مفاعل وضع في الصفر كعوده خاملين في زوج الذاكرة والحالة ممنعة ما نشح نلقاها uhm .. وذ الفئة 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 وكأنا بعمل الفئة رفة الفئة 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 B C 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 كذا بسرعة حاله ماذا تحدث؟ depois مالحظم وكذلك يتخلص منهم قلب الرس إذاً هذا القلب الرس ووظيفته ضد الارتداد ووظيفته هو حذف الارتداد المتسبب فيها ارتداد الملمس في حالة الاستجابة تلميذ العزيز قادر يميد لك البنية الداخلة قلب الرس يعطيك زوج بوابات نور كيف يمكنك زوج بوابات نور ما تقلق مواله في البوابة الأولى اكتب الر تمشي بالمستوى الأعلى في البوابة الثانية اكتب الرس واختم خدمتها كالعادية صحيح كما لقلب الرس ينجز بوابات ناند بار الفوق والتحت كتب الر بار إذن بالبوابات نور الاس والر ينشطب الواحد منطقة نكتب الر واس بالبوابات ناند ينشطب المستوى الأدنى نكتب الرس بار إذن هنا وش نقوله قلب الرس هنا وش وظيفة ضد الارتداد ونقدر نختمه إنجاز بوابات نور إذن قلب الرس إنجاز بوابات نور وظيفته تأخلص أو مسح الارتداد المتسبب فيها الملمسة الكهربائي تلميذ الأعزاء قادر يجيكم سؤال واحد أخر ويقول لك هل نستطيع تغيير هذا القلب إنجاز بوابات نور بوابات ناند الإجابة لا لماذا؟ لو كنت نقوم بوابات ناند وشي ولي هذا المدخل ولي اس بار والر بار والاس بار والر بار باش يمشي بصفر منطقة كما تلاحظوا هنا صفة صفة ولي حالة ممنوعة كما هنا صفة صفة ولي حالة ممنوعة لازم نجيبه قلب اللي لازم يمدلش حالة الممنوعة وكما عطيتها بكل بساطة بتعرف لها القلب اللي يصلح وش دير ووح ترون النقطة المشتركة تعال ما المس إذا كنته مع مربوط بالVCC أنت لازم تقلب قلب الر S وننتط من الموعة إذا كنت ترون النقطة المشتركة مع مربوطة بالجين والر بار يتم تفاهمين عليها؟ هذه النقطة المشتركة مربوطة بالVCC يجب سر إذا كنت ترون النقطة المشتركة في الجين والر بار بكل بساطة هذا بالنسبة للثمارين الرقمة 6 ستبعنا لنرقم السبعة الموظفة القلب اير اس في هذه الدارة ببساطة يكون دار ضد الارتداد يذكئة إلكترونية واش لازم نديره تلميذ الأعلى؟ نشوفوا الار واس شوفوا الار باش مربوطة بثوناء إزينير والاس باش مربوطة بثوناء إزينير واش قلنا منقبل؟ إذا كان الار واس مربوطين بملمس ويتحكم في الوشعة دار ضد الارتداد إذا كانوا مربوطين بأنصر كهرباء أو إلكتروني آخر باستثناء الملمس فهي ذاكرة إلكترونية إذا هنا قلب الار اس يعمل يعمل دور ذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار ذاكرة هذه إذا حابت تقلبها واحد نشط لها الار اس إذا حابت تمسحها نشط لها الار ثونائية الاستقرار إذا هنا قلب الار اس يعمل عمل ذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار هذا بنسبة ثمانين رقم سبعة إذا سؤال تلاميذ الأعزاء واش وظيفة ثنائي الزيناء هنا ثنائي الزيناء واش وظيفة تنظيم التوتر حماية المدخل اس لماذا لانه الاس لو كان منديوش ثنائي زين باش نلقاه مربوط مربوط بمخرج مقارن وهذا المقارن مدلي اثناش فولت والار اس هو عائلة تيتيال معانتها التوتر يمشي بخمسة فولت لازم نجيبه ثنائي زينة فيزتا او يساوي بالتقريب خمسة فولت اذا ثنائية زينة وش وظيفتها وظيفتها تنظيم التوتر الار والاس لحماية المدخلين الار واس من توترات العالية. موسيقى الآخر التمرين هو التمرين رقم 8. في الرقم 8 أعطينا دارة مندمجة ان او سانك 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 وهذه ستدرسها في الدرس القادم ان شاء الله ستدرسه توليد اشارة سعب بالاستخدام ان او سانك سانك اذا كنت يتسارسون البنية الداخلية لان او سانك سانك بشيكم تلاحظو الاحظوا باللقي ان قلب راس غير متزامن لا يوجد اشارة السعب. سؤال موظيفة القلب راس في دارة مندمجة ان او سانك سانك طريقة بسيطة جدا الإجابة بسيطة جدا كما كنت لاحظون نشوفوا الـ Air والـ S الـ Air مربوط بمقارن والـ S مربوط بالمقارن إذا هنا وش نسميه الذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار وكتنقولوا دار ذد الارتداد عندما نجد الـ Air والـ S مربوطين بالملمس إذا هنا وش نكتبه قلب Air S يعمل عمل ذاكرة إلكترونية ثونائية الاستقرار هذا هو بنسبة التمرين هرقم ثمانية وهنا تلميذ الأعزاء وصلنا نهاية الحصار مقا علينا نقولكم غير سلام اشتركوا في القناة